صرح وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بأن التعليم هو مستقبل مصر وأن هناك تحديات على أرض الواقع وتعمل الوزارة على حلها لتغفيد كثافة أعداد الطلاب بالفصول وخلال اللقائه مدير مكتب اليونسكو الأقليمي في القهرة لتعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة أكد عبداللطيف على أهمية التعاون مع اليونسكو لوضع برمجة متميزة للتحول الرقمي وتدريب المعلمين عليها ومن جانبها أعربت مديرة مكتب اليونسكو الأقليمي في القهرة نوريا سانز عن حرصها على التعاون مع الوزارة مؤكدة على رسالة المنظمة لدعم العملية التعليمية في مصر وأكدت سانز على أهمية هذا اللقاء لمناقشة الخطط المستقبلية للوصول لرؤية مشتركة قابلة للتنفيذ بما يخدم تطوير العملية التعليمية ترجمة نانسي قنقر